من المتوقع أن تبلغ تكلفة مشروع طريق التنمية 17 مليار دولار من بينها 10.5 مليار دولار لبناء السكك الحديدية و 6.5 مليار دولار لبناء الطرق وذلك بهدف إنشاء نظام نقل عبر العراق وبناء مدينة صناعية ذكية في جنوبه ويعتقد مدير عام شركة السكك الحديد العراقية يونس الكعبي أن مبادرة الحزام والطريق الصينية قد حازت على اعتراف واسع النطاق على المستوى العالمي وأن الصين هي الشريك المثالي طريق التنمية باختصار طريق سيربط البواني العراقية بالحدود الشمالية بمرورة إلى أوروبا الاتحاد الأوروبي معنية مع الدول الشرق آسيا ذات البعد التجاري الكبير والمستفيد الأكبر من هذه البشارية الصين دولة مهمة ولديها علاقات متميزة مع العراق والصين داعمة لهذا المشروع وستكون جزء من هذا المشروع وهو جزء من الحلم الصيني في أن يكون لديها امتداد اقتصادي لدول منطقة وبتجاه أوروبا جيد في الشركات الصينية لديها مقبولية من قبل المجتمع العراقي وأيضا مصداقية عالمية اليوم الصين أصبحت واحد من عملاق الاقتصاد في العالم وبالتالي التعاون مع الصين يعطي دفع قوية لهذا المشروع نحن نحبذ ونؤيد التعامل مع الشركات الصينية في مجارات التشيير في مجارات إنشاء الطرق في مجارة الجسور وأيضا في مد السكك الحديد والوهدات المتحركة بعد اكتمال مشروع طريق التنمية وتشغيله يمكنه نقل خمسة ملايين إلى ستة ملايين حاوية كل عام وخلق مئة ألف فرصة عمل على الأقل وصرح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بأن المشروع لن يصبح شريانا اقتصاديا فقط بل سيوفر أيضا فرصا جديدة للتبادلات الشعبية والتكامل التاريخي والثقافي في المنطقة وأشار مستشار الحكومة العراقية لشؤون النقل ناصر الأسدي إلى أن الصين هي الشريك الاقتصادي الرئيسي والمهم للعراق وأعرب عن أمله في أن يقدم التعاون العراقي الصيني المستقبلي المزيد من الحلول عالية الجودة لبناء مشروع طريق التنمية الصين هي مكون اقتصادي كبير في العالم يفرض اسمه ويفرض سلطته ويفرض خراراته في السوق العالمي فلذلك نجد من الضروري الاشتراك مع الصين في هذا المشروع هناك مشاريع مشتركة بين الحكومة العراقية وبين الصين نحن نتمنى أن تتكلل هذه المشاريع كلها في حقبة وفي باقة تشترك فيها الصين في مشروعنا ليدعم المشروع وأيضا نكون نحن قاعدة للصناعات الصينية للانطلاق إلى أوروبا وإلى دول منطقة ترجمة نانسي قنقر